اشتركوا في القناة جمال سند السويدي مدير عام مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ارحب بكم هذا المساء مع محاضرة بعنوان العالم العربي مشكلة المسارات واشكالية المصائر يقدمها الدكتور خالد عمر بن ققا كاتب وصحفي من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استاذ خالد بن ققا كاتب وصحفي جزائري حاصل على شهادة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية ويملك خبرة واسعة في مجالات الاعلام والنشر والدراسات وعمل استاذ محاضرا في عدد من الجامعات وسبق الاستاذ خالد بن ققا عن رأسه وادار مؤسسات اعلامية عدة في كل من الجزائر وجمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة وهو المستشار الاعلامي السابق للاتحاد العام للكتاب العرب وله حضور تلفزيوني في برامج الحوارات السياسية والثقافية والاعلامية للاستاذ خالد بن ققا عدد من المؤلفات منها التسامح الاماراتي وربعية البقاء والجيوش العربية والدولة الوطنية وقراءة في كتاب لا تستسلم خلاص التجاربي للمفكر الاستاذ دكتور جما سلج السويدي وايام لا تنسى في البحرين والمؤسسة العسكرية الجزائرية والشرعية وايام الفزاء في الجزائر وغيرها والان يسرني ان ادعوه لالقام محاضرته فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد أسعدني أن ألتقي معكم هذا المساء وقبل البدء في هذه المحاضرة أشير إلى جملة من الملاحظات أولها أنه أنا بالنسبة لي تترسخ لدي قناعة يوما بعد يوم مفادها أن مركز دراسات والبحث الاستراتيجية يعد من نعم الله سبحانه وتعالى على المثقفين بنخبهم المختلفة وهذه النعمة لها جحود من جهة ولها نكران أو اعتراف من جهة يعني الجهة والنكران في تصور يرتبط بمدى الاستفادة هم هذه الحرية على المستوى التعبير على مستوى إظهار الفكرة وبالتالي المجال المتاح للمحاضرين رفضا أو قبولا أو إلى غير ذلك ثانيا على خلفية الملاحظة السابقة نحن حين نلتقي هنا لطرح رؤى وأفكار قابلة للنقاش وإنزالها من برج البحث العلمي للتداول بين مستويات فهم لا يعني التخلي عن عمقها وكنهها وصراحتها وزينتها المعرفية كما على صاحبه أن يكون على مستوى التنظير الممارسة بعيدا عن تطويع رؤيته لما يقدو أحيان خطابا استهلاكيا يعيد جميع أنه لا جدو من استماع له وإن أبدو غير ذلك يعني يحاول على قدر المستطافيات المحاضرة وفي غيرها أن أتفاد هذا الخطاب الاستهلاكي على قدر ما أستطيع ثالثا أن الإمارات تنتقل في فهم من حالة توظيف الجهد البشري العضل خاصة في المجال البناء والتعمير إلى فتح الأبواب استرادا وتصديرا للقضايا المعرفية وإسهاما منها معرفي ذلك يساهم في توفر بيئات مناسبة للتنافس فيما بها البحث في قضايا الإمارات من غير أهلها وأعتقد أن منجز الإمارات في هذا المجال على خلال ربع قرن من ترجمة ومشاركة لباحثين على المستوى العالمي والعربي دليل على ذلك الملاحظة الأخيرة والرابعة ما كان لي ولا لغيري في ظل التردي العربي العام في مجال الحريات أن نناقش قضايا المصيرية خاصة تلك المتعلقة بطبائل حكم السياسة بشأن عام على النحو الذي سيكون في محاضرة اليوم دون شعور من يدير العملية الفكرية من حيث هي اجتهاد وبناء ومرحلة عبور حقيقية نحو التغيير بضرورة استعاب كل أفكار بما فيها المخيفة والناقدة والمقيمة للتجارب العربية وأحسب أن هذا ما يقوم به المفكر دكتور جملسن السويدي مدير عام المركز هذه ملاحظات أساسية وجب أو استوجب قولها الآن حل الحديث معكم مصارحة ومكاشفة في محاولة جادة وواعية من أجل من أجل فتح مجال لخطوط خضراء في العالم العربي بعد أن أصبح الخطوط الحمراء أو اللون الأحمر هو السعيد في عملية النقد أو في عملية البحث هذه في هذه المحاضرة هي بوعي محاولة لجذب أو لإعادة اللون الأخضر إن استطعنا على المستوى المعرفي والفكري لهذه الأمة ذلك نابع من أنه إلى وقت قريب كنا نعتقد أنه الانتماء للأمة العربية هو انتماء محسوم حتى بالنسبة إن لم يكن على المستوى العرقي فعلى مستوى الثقافي كان محسوم حتى للأقليات داخل المنطقة العربية وما كنا نعتقد أنه سوف نواجه بظهور في سيف ساعة على مستوى الوطن العربي وأنه من كنا نعتقد أنهم جزء مننا دعت الظروف أنهم لا يصبحون مننا في وقت من الأوقات من جبوت إلى عمان كلها منطقة عربية يعني من ينتمي للجامعة العربية والأممارية يعتبر منجز لأن الأمة داخلها في مواقف الآن تغيرت الأمور نحن الآن نعيش على ما تبقى من شتات الذاكرة وبالتالي من هذا المنطلق ستتناول الملاحظة المحاضرة مسارات السياسة العربية الراهنة بالتفسير والتحليل من المنطلقين أو أو لتحقيق هدفه الأول أن قراءة الواقع العربي من خلال تقاطعه وتشابكه بالعلاقات الثنائية والبيئية والإقليمية وثانثا ما استشراف نتائج التغيير حاصل في جوانبه المختلفة انطلاقا بعيدا عن سيطرة اللحظة الراهنة أولا إننا نقع اليوم تحت مظلة المسألة لجهة تثبيت القاعدة الأساسية المتمثلة في شهادتنا على الناس وشهادة الرسول علينا كما في قول المولى عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة إلى آخر الآية المسألة التي توجدها لنا كل بنخب القادة بالسياسيين بالشعوب تتعلق بصناعة الحاضر وتصبح في حلنا وترحالنا هي مدخلنا الحقيقي لما يسميه محمد أسد في كتابه الطريق إلى مكة أو الطريق فضعة رجالات الإسلام من يسميه بالنظام الروحي أولا أنها تتعلق بالحكام في شدهم وجذبهم من نظرائهم في العالم الذين هم ممثلين لقوى الكبرى أو من ولاها وهما سعيا للحداثة والاجتهاد السياسي طبعا هم القادة في المنطقة العربية هكذا يعتقدون أنهم يجتهدون سياسيا وأنهم يحققون نجاحات وهم معتقدين ذلك بإيمان وصادقين إلى حد بعيد أو أغلبيتهم على النقل دعنا نقول يعني هناك نسبة عالية جدا من الصدق في نظراتهم هذه لكن هذه الصدقية ينقصها على مستوى صناعة القرار في الوطن العربي أنه لا بد أن تقتبل أيضا باعتقاد أو برؤية شعبك بنخابه المختلفة أو شعوبه المختلفة لجهة التقييم والتقويم والتعديل والإضافة إذا دعت الضرورة لأي قرار سياسي قد لا يخدم مصلحة شعب أو أم ولذلك نجد أننا لنتيجة لذلك في بعض دولنا لعدم السماعة والتراكم لسنوات نحن نتلظى الآن بنار الفتنة ونتلظى بنيران التدخل الخارجي ونتدخل لأنه لم يكن هناك صوتا مسموعا كذا أو مرفوضا أو هناك اعتقاد من أنه القرار الحاكمة ورؤيته جزء من الوحي الرسولي أو من الكتاب السماوي إلى غير ذلك تلك نظرة أصبحت قاسرة وواقع العرب الآن يفرض منطلقات جديدة آن الأوان أن نصالح على قلم في السماعة هذه بالنسبة للقادة والمسائلة أيضا تتعلق بالشعوب حيث أن درجة المطالبة بالحقوق في كثير من دولنا لا تكتفي بالإطعام بنجوع أو الأمام بنخوف وإنما تسعى لظل مقارنة بالشعوب الأخرى دون حضور واجبات في بعدها الإنساني إن هناك طغيان للمطالبة بالحقوق في الوطن العربي يتخلى بشكل مطلق أو شبه مطلق عنه الواجبات إذن أنت تريد أن تكون جزء من هذا العالم المتحضر فلتكون أيضا قابل بمتطلبات هذا المجتمع العالمي إذا كنت تريد حقوق أكثر فلتكون ملتزم أيضا بواجبات أكثر وفي الحقيقة الشعوب لا تدري أو تدري أن المجتمعات المريضة لا تنتج إلا مرضى المجتمعات الفاسدة لا تنتج إلا فاسدين على هذا النحو نجدنا اليوم أمام سؤال أساسي وضروري مفاده هل تكفي المسائلة للقادة وللحكومات من جهة والشعوب من جهة ثانية بالطبع لا المطلوب في الوقت الراهن هو البحث على قضية حيث أن انعدام هذه الأخيرة أدى بناء الخروج الإجباري من مساحة الأمة أولا والدولة الوطنية ثانيا ثم جلد الذات في مرحلة ثالثة على المستوى الفردي من هنا يمكن القول أن السياغ الوحدوية بأشكالها المختلفة على فكرة يا جماعة حتى من قبلها منذ مؤتمر طنجة في اتحاد المغرب العربي وحتى قبلها منذ بدأت أشكال الوحدة العربية المختلفة الثنائية والثلاثية والرباعية والسدسية والخمسية إلى غير ذلك وهي محاولات جادة للوحدة ومن يقول غير هذا هو لا يقرأ التاريخ العرب فعلا حاولوا على طول مرة تاريخهم منذ انتصالهم في ثوراتهم أن يقوموا وحدة ولكنها بأت بالفشل لأسباب أو أخرى حتى هذه الآن كتاريخ لم تعود في ذاكرتنا طبعا هذه الوحدة على ما فيها هي قضية في النهاية البحث على تكوين وحدة عربية قضية وإن بأت بالفشل تظل القضية موجودة ذلك لأن الدولة الوطنية في بداية نشوئها بعد الاستقلال كانت لا تريد أن تقوم على النظر الاستعمارية لا تريد أن تكون ميراثا أو ابنا شرعيا للاستعمار الذي يقسم المنطقة فكانت في طموحات القادة العرب بشكل أو بآخر وظلت نكاد نقول إلى حرب 73 كان هذا الطرح قائم وقائم بقوة إن لم يكن بشكل فبشكل أو بآخر على الأقل هناك بلاغ أو تبليغ باتخاذ القرار إلى غير ذلك طبعا كان في ذلك محاولة الاستنجاز بالدين وبالتاريخ وبالثقافة وبالجنس طبعا هذه قلنا غير موجودة الآن إذن نحن الآن لا نكتفي بالتخلي على القضايا المصيرية ولكننا نذهب بعيدا إلى التخلي عن الإديولوجيا ضمن سياق عالم عام وأوضح تجلي لهذه المسألة الهجمة المتواصلة ضد مفهوم الخلافة التي ينتهي بنا في الغالب إلى التخلي طوعا أو كرها على الأمة الإسلامية هناك نوع يا جماعة من نحن طبعا في خلافنا مع تركيا أو مع إيران أو مع غيرها في المنطقة هذه نحن نقع في مطب حضاري وديني وعقائدي مختلف تماما يعني نحن نقول أننا نرفض الخلافة وينتهي بنا الأمر إلى رفض الأمة أمراني مختلفان تماما وربما دكتور رضوان سليم حسم هدف كتاب الزمن العربي تاريخ الخلافة هو التاريخ السياسي في مقابل التاريخ الديني هو بدون أخبار يعني هو يدون أخبار الخلافة والملك والسلطان في مقابل أخبار المبتدة والبعض المغازي الخلافة شيء والأمة شيء آخر تماما الحديث عن الأمة لا يصب في في خانة الخلافة واللعبة التي جرتنا لها تركيا أو غيرها هي تتكلم عن الخلافة وحتى هذه المسألة هي محل الخلاف بمعنى يعني في دول المغرب العربي مثلاً تتراجع المشكلة للنظر الأتراك في الوقت الذي يرهم المشرق استعمار كثيراً من نخف في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وبالذات في الجزائر لأننا نحن تقريباً قبل الاستعمار الفرنسي رغم أننا نكون الدولة الوحيدة التي لم نكن تحت الخلافة التركية يعني إحنا استنجدنا بهم عسكرياً بس يمكننا أن نتضمن المهم يطول الحديث في هذا الموضوع نقصد حتى هذه المسألة غير متفقين عليها عربياً إذن نحن أمام أمرين في غاية الأهمية لا نملك قضية وليس لنا غطاء إيديولوجي والإيديولوجيا سميها المعتقد سميها الثقافة سميها ما تشاء سميها عالم الفكرة لكن لا بد أن يكون لديك قضية وأن يكون لديك إيديولوجيا إذن راهنية المصارات السياسية العربية اليوم تكشف تسعى إلى قراءة الواقع العربي كما ذكرنا فماذا نجد فيه هذا الواقع العربي الواقع العربي سياسياً الآن كدول ينقسم إلى أربع مجموعات متنافرة إلى حد بعيد مجموعة أولى في منطقة هي في منطقة في منطقة اللاسلم واللاحرب تضم الجزائر السودان لبنان هذا نموذج آسف تونس الجزائر السودان لبنان هذه الدول هذه الدول تابعة للمنطق السائد الذي هو منطقة اللاسلم واللاحرب كل هذا نتيجة الاحتجاجات والحركات الشعبية هناك دول أخرى يمكن أن نطلق عليها دول الحرب تشمل سوريا والمستقبل سوريا تصنع المستقبل رغم الدم والعراق سوريا سوريا على النحو الذي نراه هي بنت المستقبل والعراق على النحو الذي نراه ابن الحاضر واليمن على النحو الذي نراه ابن الماضي وليبيا على اللحو الذي نراه هي تعيش أزمينة الآخرين والصومال لها زمنها الخاص إذن لدينا أربع دول في المجموعة الأولى في منطقة اللاحرب واللاسلم لأنها منطقة لم يحسن فيها الأمر بعد صحيح تبدو فيها ديمقراطيات وصحيح تتشكل أمور وصحيح أنها نجت بطريقتنا أو بأخرى إنجاز التعبير يعني 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 تونس يعني إذا رأى ردنا نرجع المجموعة الأولى تونس ذات وصيلة بالإنقاذ الجامعي بمعنى أن الجامعة أو النخبة أنقذت تونس في قيس سعيد في حال ترفض الإسلاميين وغيرها يعني الشعب في نهاية المطاف آمن بشكل أو بآخر كنتائج بالجامعة أو بالنخل والسودان آمن بأن المصب العالمي لإنتاج عناصر النخبة من لديه لا بد من العودة بمعنى أن السودان على ما سننتقده في وقت لاحق السودان وصل إلى نتيجة التي كانت إلى زمن طويل في المنطقة العربية هل أولوية للمثقفين أو النخبة التي في الداخل أو الخارج هو حسن بعودة حمدوك إلى غير ذلك بس هو في نهاية المطاف من باعه السودان لكن مصبه عالمي والجزائر على ما ترون فيها من احتجاج هي ليست ثورة شعب هي ثورة دولة بمعنى أن مؤسسات الحكومية هي التي تنجد الذي نراه وتعيد الإنتاج بدليل أننا في نهاية المطاف وبعد لف ودوران تم اختيار تبون كيف تم اختياره الانساء الذي كان لدي المعطى الحالي ولبنان في محاولة نجدة للتطهير عن طريق الاحتجاجات وإن لم تصل لهذا التطهير بس بتطهير من العقية تطهير من الوجود الآخر الخارجي وهكذا من الآخر الداخلي اللي هو تابع الخارجي إلى غير ذلك إذن هذه لدينا مجموعة أخرى تتكون من عشر دول في المنطقة العربية وتشمل جزء القمر وجبوتي وموريتانيا والمغرب والكويت والإمارات والسعودية والبحرين وعمان كل هذه الدول الأربع الأولى أو الخمسة الثانية أو العشرة الثالثة كلها مساراتها مختلفة فيما بينها ليس لها مسار واحد ذلك لأن طيان الدولة الوطنية أوقعنا في تناقض وأوقعنا في سؤفة الانتباع الأول إذن يشي أو يحيرنا إلى أن يا أخي النسبة الأكبر في المنطقة العربية هي وذول السلم التي تشمل جيبوتي والمغرب وكذا ولكن سوف نجد أمام أنفسنا أمام في حيرة مؤامرنا حينما نصطدم بعاملين أساسيا أولهما أن هناك ثلث دول ترجح الكفة لصالح الخوف والرهبة من حالنا الرهنة الأولى فلسطين من حيث هي القضية الكبرى للسلم والحرب للهزيمة والنصر للدنيا والآخرة والثانية هي مصر كونها الثقل الأكبر حيث مالت هي تميل الأم ومعها وحينما تغيب مصر على الإسهام بشكل مباشر أو غير مباشر في القرار العربي مهما كان التطور العربي حتى وصل إلى السماف عليه السلام للثقل المادي والمعنوي إذن الأمة ليست بخير مهما بدت في بعض المناطق أخرى في سلم أحبابنا أملكار هنا ذلك واقعنا وذلك تاريخنا بدليل أننا حينما تضعف نقصقص من نجحتنا حينما تضعف يعني حيث مالت هي تميل الأم أحبابنا أم كارهنا ذاك هو قدرنا وقدرها والثالثة هي الأردن يعني الأردن أيضا قد تبدو للناس غريبة لكنها هي الأقرب الأخرى إلى فلسطين أرضا وشعبا وثقافة من تمام هذا الثلاث فلسطين ومصر إلى ذلك يجعل أن القول بأن هناك عشر دول في السلم غير يعني لا يؤدي إلى النتائج المرجوة وإن كانت كذلك السبب الثاني أو العامل الثاني أن معظم دول السلم منخلطة في الحرب بشكل أو مباشر أو غير مباشر ناهيكة ما العشر دول هذه سوف تجد موريطانيا اللي قلنا جماعة السلم تلقى في السهل عندها مشكلة سوف تجد السعودية عندها مشاكل جنبها في اليمن سوف تجد الإمارات وهكذا يعني حتى الدول التي قد أو ستجد دول أخرى مع أو مؤيد الإرهاب مثل قطر وهكذا يعني حتى الدول التي قلنا هي سلم هي سلم بالنسبة لي أن جبهتها الاجتماعية سليمة لكنها ليست بعيدة من الحرب في محيطها الجغرافي إنها في بوتقة حرب ولذلك القول أو الاعتقاد لأي دولة قطرية لأن حتى القطرية سوف نلاحظ في قطرات تراجط أن أي دولة وطنية تأعتقد بأنها ستنجو بنفسها أدرك سعدا فقد هلك السعيد كما قالت العرب يبدو لي أنها تعيش في حالة ملوة طب ماذا أيضا هذه حالنا على مستوى الشكل الذي مساراتنا تنتهي فيه إلى تضارب وتناقض ولم ندخل في مجموعة التفصيل أننا ندعي أن لا آخر يتدخل في شؤون الآخر لكن كلنا متدخلين في شؤون بعض ليس صحيحا لن نبأ أحد ونبعد على الآخر نحن غارقين حتى أذنين في كل قضية مسألة أخرى ماذا في مساراتنا العربية نفعل ونحن نرى انهيار الكامل لطيار الإسلام السياسي سواء على المستوى الممارسة السياسية أو على المستوى الخطاب المؤدلج الإسلام السياسي في لحظة ضعف وانهيار سواء لجأ بالعنف أو استجاد بقوة أخرى أو غيرها لكن هل حقيقة الأمر قضيتنا هي جماعة الإسلام السياسي؟ هل هذه قضيتنا في الوجود كله؟ صح لنسلم جادلا أن هذا صحيح وربما وربما بين دراسات المهمة الكتاب اللي عمله الدكتور جمال سنسويدي حول الصراب الصراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء لكن هل الضمآن للسلطة أو الحكم إن لم يتمكن سيظل مستسلم لعطشه؟ هل نعتقد واهمين أن طيار الإسلام السياسي انتهى نهائيا؟ أم هو يتشكل في أوجه ذادي صح إذا سلمنا بأنه ينطلق من قواعد اجتماعية نعتقد واهمين ربما تجربة تنسية تهمنا أكثر تجربة تنسية لأنه فيه تطبيق فعلي لوصولهم للسلطة وفشلهم وسوف يستمر هذا الفشل لكن إنت تتكلم على ماذا؟ تتكلم على أنك مؤسستك الدينية الرسمية للدول العربية في كل دولة ليست في المصور مطلوب دعونا نتكلم بصدقية وبصراحة وشفافية ثانيا أنه متى تكون الدولة الوطنية بمفردها أو في مجموعها العربي قادرة على تقديم استجابة للشعوب تتعلق بالقضايا ذات البعد الأخراوي إن هؤلاء يحلون مفهوم الشهادة عند الجماعات غير مفهوم عن طيار الإسلام السياسي غير مفهوم الشهادة عند معنى النظام والدولة مفهوم العلاقات البشر يعني نحن الآن نعيش عن طريق جماعات طيار الإسلام السياسي مجتمعات داخل مجتمعات أخرى ولذلك تلاحظون وأنا أكثر من المرة قلتها وربما تعتبر مكررة لا تجد تنظيما إسلاميا واحدا على مستوى العربي يطالب نظام واحد بتطبيق الشريعة لا تجدونه لأنه إن قال بتطبيق الشريعة سيتولها الحاكم أو الرئيس هو أولى بها ستتولها الدولة بمؤسساتها الرسمية هو لا يريد هذا كلما ابتعدت الدولة في اعتقادها وغرقت في الحداثة معتقدة هذا على فكرة أن الحداثة جربناها من 52 الآن وغرقنا في الحداثة أيضا وأنتجنا في الحداثة أشباه مجتمعات حدثية مع العالم وأنتجنا على الجهة الأخرى في المجتمعات المغلقة جماعات إرهابية والحال من بعض الآن فلا تبشر الأمور بكثير من ما يطمئن إذن أمام وضعك هذا يصبح التدقل من القوى الأخرى التي يرى فيها الآخرون ملجأا وتقرب للآخرين زيفا بالأباطل والأراجيف إنها أقرب يصبح احتماء وقبولا لجوء الناس طالة عند الإيران وطالة التركيا وفي مع أنهما مع أنهما في الوقت الرهن تحديدا في هذه اللحظة يعملان على نظرية بقاء ترويج حرب الفناء هذه الدول تعمل على ترويج حرب الفناء باسم الدين الذي ومفروض يكون لدينا نحن صح أسئلة ستصادفنا في هذه الحالة كيف لنا في ظل غياب الإيديولوجيا أو التخلي عنها أو في ظل غياب قضية كبرى يعني إذا هناك قضية كبرى تجمعونا ما القضية الكبرى التي تجمعونا يصبح البحث على كيفية الخروج مما هو واقع وحقيقي لكن تضخيمه إلى درجة العنقاء والغول الإرهاب موجود وحقيقي لكن بناء الدول لا يقوم فقط على أساس محاربة الإرهاب ويتحول للمشروع التنموي مواجهة الإرهاب ليست تنمية مواجهة الإرهاب هو مواجهة في البناء في خلل في البناء الوظيف للدول وهو مواجهة أيضا عالمية بشكل وبآخر أنتجت في جزء منها غربيا واردناها ومن 11 سبتمبر قرر لا تقع أي حرب لدى الغرب وهذا هو واقع وتقع الحرب على أرضنا لدينا قضايا أخرى أيضا يطول الحديث حولها مثل كيف لن نتعايش مع الآخر طوعا أو كرها هل نحن نملك اختيار التعايش مع الآخر هل لدينا هذا إذا كنا لا نملك أنا نتكلم بشكل عام عربيا إذا كنا لا نملك القدرة على التعايش في أوطاننا بشكل أو بآخر هجرات متتالية سلما أو حربا في البواخر شعوب عزب سياسية نخب مثقفة شباب وهكذا هناك رحيل من هذه المنطقة المنطقة تستنزف نفسها صح أن لنا أن نستمر في هذا الخوف من الفضاء الجغرافي جزائر خايفة من المغرب والمغرب خايفة من جزائر والسودان خايفة من مصر ومصر خايفة من كذا والعراق وهذا الحالة الرهيبة يعني بماذا ندخل العالم بماذا نواجه العالم وما هذا التنكل الماضي القريب أنه في خطاب الآن سائد أنه لا أمجاد لا ناول من قال هذا في ماضينا البعيد القريب لنا أمجادنا وستظل موجودة إذا لا نقرأ التاريخ أو لا نتعبذ كأمر آخر والتاريخ هذه الأمة حتى صناعتها حضاريا لا تنبني على الردة من الناس أهل الردة في القول أو الفعل أو الذين يتولون الأدبار يوم الزحف أيضا ما الذي يديرنا في تعدد الأفهام للقضية الواحدة لتفهم من هذه الدولة بطريقة لكن أن نصل شريطة لا يحدث هذا التناقض أو يخدم مصالح الآخر هذه إذن هو هذا الحاضر هو مشكلة المصير آسف مشكلة المصار أو مشكلة المصارات يعني أننا والواقع أننا في زمن إن فات كنا نقول الوطن العربي ثم قالوا نقول الشرق الأوسط وكذا وشمال إفريقيا سألنا نقول هذا ثم الآن حتى بعض لما نقول العالم العربي خشي أو الحقيقة آمن نعم ليس هناك عربي العربي هناك عوالم عربية وكل طير يغني على ليلة إذن يترتب على هذا أن استشراف نتائج التغير الحاصل في جوانهم السلبية والإيجابية لجهة توقع المصائل العربية بعيداً عن سيطرة اللحظة الراهنة التي لم تحسن فيها بعد نهاية تلك المصارات يعني الحديث عن الحاضر من خلال منظور المستقبل فماذا يقول هذا الأخير يعني نحن نتكلم الآن يحكموا للحاضر وأكاد أزم أنه كلكم جميعاً تعرفون هذا وأي إن كان سيتكلموا بهذا الوصع صحيح قد لا يتكلم أغلبنا بهذا لاعتبارات كثيرة ونحن تعودنا لا نتحدث بما داخلنا يعني أنا الأوام في هذا إذا كان الدم وهذا الأرق وهذا الضياء وهذا الاحتلال وهذا الضمر وما زلنا في حديث النجوة وليكن حديث النجوة ولا تستمر حينما تغلق لهم ما ستغلق جميعاً إن تركوهم في حديث هوليك وهوليك صح إذن هذا حديث الحاضر الذي هو يمثل إشكاليات المصارات أو مشكلة المصارات لدينا مشكلة في المصارات ليس هناك مصار عربي واحد هناك جملة من مصارات وقد لا تكون عربية وقد لا تقدم حتى الدولة الوطنية نفسها هذا حديث الحاضر وكلنا نعرف طب ماذا عن المستقبل يعني إذا كنا نفكر في المستقبل كيف يكون دائماً يا جماعة الخير أن المصير هو حديث المستقبل وعلى خلفية المعطيات الراهنة فإن القول بإجمع القرار حول أي قضية عربية أو حتى بتغليب رأي فريق على حساب آخر ليس وارداً في الوقت الراهن دعونا نكون صرحة ما يجعله إشكالية دائماً والسؤال هنا ما العمل ماذا نعمل في هذه الحالة لابد في نظري من تأسيس لمصير يأتي من تحديد المسارات أو على الأقل الاشتراك في صناعتها ليس فقط ذات الطابع القومي وإنما حتى تلك المتعلقة بالدولة فخروج هذه الأخيرة من منطقة الاغتراب الدولة الوطنية نفسها خروجها من منطقة الاغتراب والجفاء وتعدد الأقنعة سيكون طريقاً وعلاً بسي لا بد منه للوصول إلى مواقف يراعي مصالح كل الدول العربية شريطة نعود إلى الإديولوجيا لا بد من إديولوجيا سميها إيمان سميها موقف قومي بتعلها ما تشاء بس لازم تكون عندك قضية لازم تكون لديك إديولوجيا وأن ندرك أهمية وجود قضية جامعة وحتى تجمعنا قضايانا العديد المشتركة وما أكثرها لنتشبث على الأقل بالقضية الفلسطينية بدعم غير مشروط لأهلها لتحقيق مصير هم الجزئة والكل وهم بلا شك مصيرنا أيضاً الذي يعني مستقبلاً يؤسس له حاضراً وفي المحصر ابن شرعي لمصاراته مدامنا لا من القضية لسي لا دين قضية كبرى فلماذا إذن تضيع مننا القضية الفلسطينية يا أخي أنا يعني دعونا نقول بكل صراحة مثل ما القضية الفلسطينية في حاجة إلينا نحن في حاجة إليها لا يمكن أن ندخل العالم غير قضية لا بد أن تكون لدينا قضية ولو كانت جزئية والقول بأن المصالح الوطنية لكل دولة عربية هي بديل آخر يقوم بجدية على قضية كبرى أنا في تصور وفهم الأمر نوع من الوهم وسندفع ثامنه طال الزمان وأمقصر فلا نهم بعضنا بعضاً بهذا الأمر ولنتكلم بجدية في الموضوع لأن السيل بلغ الزباب ولنكن مخلصين لأنفسنا ولحياتنا ولحقبنا التاريخية لأنه لا مفر من سميه إيماني سميه حياتي وجودي سميه ما تشاء لا مفر من الوصول إلى محطة على الأقل أو إلى مرفع فيه نوع من الأمان ولو كان جزئي والأمان لا يأتي إلا بنوع من المكاشفة والمصارحة والقول أن علينا أن نخرج مما نحن فيه أما التسليم لأن كل شيء جميل وسنصل وكل ساعي في مسعاه فلا يكلف الله نفسه نساء علينا أن نتقبل نتائجنا وأنا الأمانة لا أود أن نحسب من أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم دعونا أن نسأل على حاضرنا وندفع ثمنه بما أننا موجودين فيه والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للاستاذ خالد على هذه المحاضرة والآن نفتح باب المناقشة أرجو من ما لديه سؤال أو مداخلة أن يقف ويعرف بنفسه تفضل دكتور ناصر الجيلاني أنا وصلت إلى الدولة منذ عشرة أيام من روما أشغل هناك مركز رئيس جماية دعم العلاقات الأوروبية العربية أنا يعني أثارتني جدا من فكرة الهوية لأنه كما قلت في روما من خلال موقعي في جمعية دعم العلاقات الأوروبية العربية لاحظت أن المواطن الأوروبي بشكل عام وخاصة في إيطاليا وصل إلى نقطة بسبب أنهم ليس لديهم هوية أو هدف عام للدولة منذ فترة بدأت الأمور تنتقل من السعي نحو التنمية الرفاهية ثم التخلص من العب العام اليوم هناك اتجاه كبير داخل أوروبا أو داخل المجتمع الإيطالي ضد فكرة اتحاد الأوروبي ثم ضد فكرة حتى الدولة الوطنية وأصبح الديمقراطية قد جلبت إلى المجتمع قيادات لا أحب أن أقول هذا اللفظ ولكن ترشو تقوم بتقديم رشوة كلامية لشعوبها فالجيل الجديد من السياسيين هو يعد بوعود جميعا نعلم كمثقفين أنها مستحيلة ولكن المواطن لأنه أصبح بلا هدف عام وبلا هدف قومي وبلا هدف كبير يبحث فقط عن ما يسلج صدره على المستوى الشخصي على الطموحات الرفاهية أو النجاة الشخصية فلنقول ذلك هذا جلب نخبة جديدة سياسية ليست جادة في إنقاذ أو في تطوير البلاد السؤالي هنا من خلال ما أقدمت على شرح نحن ندخل في حقبة جديدة هي حقبة اللا إعلام الإعلام يضعف والإنترنت تزيد قوته وبالتالي تزيد أكثر فكرة التجزر كل شخص يعيش في جزيرته كيف سنستطيع أن نحقق هذه الفكرة التي أشرت إليها كيف نستطيع أن نعيد بث فكرة هدف عام بقطع النظر إذا كانت قضية الفلسطينية أو التوحد العربي أو أي كيف نستطيع أن نطرحه ونحن نرى أن حتى أجهزة الإعلام التقليدية بدأت تفقد قدرتها وتأثيرها في الفضاء العام بحضورك معنا شكرا دكتور ناصر جيلاني وساعدنا بحضورك معنا وأهلا بك قد يقول القائل أنه يا أخي كيف لك أن تطرح مسائل قومية في ظل تردي عالمي حتى في العوالم المتطورة أمريكا تريد الرجوع للداخل أوروبا دولها تتفكك وكيف أيضا ضمن اللي يقوله دكتور ناصر أنه يا أخي فيه 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 جموح إعلامي لا يجمع بين أي شيء والناس ليس فقط على مستوياء الدولة على مستوى الأسرة الواحدة على مستوى الفرد أنا أنا فهمي للأمور هذه أن هذه المنطقة بجغرافيتها ممكن أن يكون قناعتي إلى حد ما فيها الدين واضح هذه المنطقة بجغرافيتها كونها حتى 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 بالنسبة لإسرائيل كونها منطقة منطقة ديانات سماوية مشكلتها الأساسية هي في فهم هذه الأديان صراعها القائم أحببنا أم كرهنا هو صراع ديني في المنطقة إسرائيل تقول لنا دولة دينية ترامب إنجيلي وهكذا يعني نحن فقط نريد أن نقول للآخرين لا تكونوا دينيين وحينما قالت دول رسميا لا تكون دينيين ظهرت لنا الجماعات واحتلت مكان الدول إذن نحن الآن كيف لنا نطرح قضايا كبرى في ظل قضايا الصغرى للأفراد غير محققة أنا من الذين يؤمنون أن لا تناقض بالقضايا الصغرى للأفراد والقضايا الكبرى للمجتمعات سواء كانت دولة وطنية أو دولة وطنية ولكن أنا أيضا إن تابني خوف مثلك لأنه فقط المسألة سوف تتراجع في حتى الدولة الوطنية وإذا لاحظتم الآن حتى الدولة الوطنية نتكلم فيها على مناطقيا هذه المنطقة وتلك المنطقة وهذه القبيلة وتلك القبيلة يعني في أمة في الأرض توحد تحت الديولوجيا السماوية مثلا أو الدين أو سميها ما تشاء ثم تعود لتلجأ إلى ما قبل ذلك يعني نحن العرب قبل أن تكون لنا دين لم تكون لنا قبائلنا تتقاتل على شبر أرض حمراء إذن نحن وجودنا أحبابنا أملكان موجود بوجود ما يسميه أزد بيكوفيتش هي عقيدة الأداة ومجتمعات كثيرة دخلها العرب الفاتحون أو الغزاثة أو سميهم ما تشاء تبنوا هذا لأن الناس كانت في حاجة الإديولوجيا يعني الإديولوجيا أو أنا بسطة أقول إديولوجيا أو بعض الآخر يقولها ومعتقد أو غيرها إن استطاعت الدولة القطرية فك الإديولوجيا هذه لعبة الإديولوجيا كلها من الجماعات وفكها أيضا من توظيف الخارجي استطعنا نصل إلى نتيجة والله هو رسوله أعلى سؤال آخر ومداخلت فضل خليل عيلبوني أستاذ خالد استمعت إلى هذه المحاضرة القيمة وكنت أخشى عليك لأن كل الموضوعات التي طرحتها عبارة عن ألغام وألغام قوية ولكن لاحظت أنك كنت ماهرا في تفادي هذه الألغام وجدتك تضع دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عشر دول أريد أن أقول وأنت تعيش في هذه الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأت نشأت على مبدأ القومية العربية ونشأت على مبدأ الوحدة العربية ولكن لم تكن نظرة القائد الشيخ زايد نظرة ضيقة كان يعتقد أن الحضارة العربية هي الحضارة الإنسانية وأن القومية العربية هي إنسانية ولا يوجد اعتزاز فقط لأننا عرب بل لأن العرب يقدمون للإنسانية أشياء كثيرة واستطاع المغفور له بإذنه تعالى أن يثبت ذلك وأن يقدم مساعدات لجميع الدول العربية كنا ننظر أو كان العالم ينظر إلى دولة الإمارات على أنها دولة صغيرة جدا ولكن عندما قامت حرب 73 وجدنا هذه الدولة بقيادة الشيخ زايد تقف موقفا عظيما وتقرر قطع النفط عن أكبر دولة في العالم وكان لهذا الموقف أصداء كثيرة ولم يهم شيخ زايد أننا دولة صغيرة كان يهمه الموقف ولم يكن ينطلق من حقد قومي أو عنصري بل كان ينطلق من نظرة إنسانية هناك ظلم وقع ويجب أن نقف مع المظلوم ودولة الإمارات الآن كما ترى تستمر على النهج نفسه عندما نستمع إلى صاحب السموة الشيخ محمد بن زايد وهو يطرح للجميع أن هذه الدولة دولة عربية أولاً تساعد العرب ثانياً ولا نساعد فقط بالمال بل نساعد أيضاً بالروح عندما يحتاج أخونا العربي إلى المساعدة فنحن له ولا ننطلق من ذلك من أحقاد أو ضغاء نحن دولة الإمارات نريد السلام العالمي ونطمح إلى أن يكون هذا السلام ليس شاملاً العرب وحدهم بل العالم كله في دولة الإمارات هناك نموذج يجب التركيز عليه نموذج عربي فريد هذا لم تتخذ من نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة طريقاً إلى حل كل المشاكل الموجودة في هذا الوطن العربي شكراً شكراً جزيلاً أولاً أستاذ أشكرك على التحليل والمداخلة بس ما ذكرتموه مع احترامي الفكرة لا علاقة له بالموضوع الذي أطرحه جملة وتفصيلة أنا أتكلم على أمر تآخر تماماً أنا أتكلم على الوضع العربي في مصاراته المختلفة وأنا لتتذكرون قلت لا غاية 73 كان وضعنا جيد أنتم تكلموني الآن على حكم الشيخ زايد ورؤيته غيرها والميرات الذي هو في الإمارات أنا لست داخل في إطار مقارنة بين دول العربي أنا أتكلم على أمة عربية كلها أراها مصاراتها في نهاية المطاف منتهية إلى نفق مظلم لأنها تركز في نهاية المطاف على أولوية المحلي أو الوطني على حساب القوم معتقدة وقد تكون محقة أن هذا الطريق الأسلم الإمارات كنموذج وتجربة لا علاقة لها بالتطيب أنا قسمت الدول على أساس مناطق سلم مناطق حرب مناطق مشتركة بين السلم والحرب أنا لا أقيم في التجربة الإماراتية ولا أدخل أنا أتكلم على عالم عربي بكل مواصفاته وإلا سوف أدخل في تفصيلات كثيرة لأشياء كثيرة متعلقة بصناعة قرار في كل دولة وهل فعلا هذا النموذج إماراتياً أو كويتياً أو سعودياً أو سودانياً أو مصرياً هل هذا النموذج هو الذي يفيدنا؟ هل هذا النموذج الذي يصل بنا؟ هل يمكن أن نسلم به؟ هل هناك إجماع حول هذا؟ هذه قضايا أوسرية يجب كل جميع أن تناقش شكراً أهلا أو مداخلة تفضل والخلف السلام عليكم أنا أتكلم ساتيش وإكرا مادتين أنا أتكلم من الأجل المنوذج من الأجل المنوذج للحياة إنه أكبر 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 تستعيش أكبر 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 فقد جميعاً جميعاً بأنها حتى المحتوى للمستقرار. لدينا جميعاً بأن هناك محاولات وحاولات المتصرفين وحاولات المتصرفين على الناس في صحيات المتصرفين لذلك يستمر لقد استخدام المتصرفين and GUSP.org Global Union of Scientists for Peace so that you know this very simple technology we can use to create unity and coherence so we can, as you know this country is prosperous and so because of its peace and so this peace we can create by making individuals also very peaceful and this is what is Dr. John Hagelin, he has been doing this he's a foremost quantum scientist from the US so it's a thing I suggested because you did a very good presentation where you spoke of unity and peace towards more prosperity thank you thank you for your shukran shukran Shaziel this is a matter and I will continue but I will continue I will continue to start البشر الوافدين أو الناس الوافدة وكما ذكر الأخ وعلماء وغذلك يروا في ذلك نموذج وهو نموذج يمكن احتذا به آه يعني هذا وارد ولكن أنا أعيد التكرار نحن نتكلم على حالة كاملة لهم شكرا جزيلا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة وفي نهاية هذه المحاضرة وكرر باسم السعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الشكرة والتقديل للاستاذ خالد عمر بن قيقة ولكم أيها الأخوة والأخوات الحضور وإلى اللقاء في فعالية علمية قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا